أطرح ذات السؤال على السيد سعود السعدي الكاتب والمحلل السيسي بداية مرحبا بك هل أطرح نفس السؤال هل بالفعل يمكن للعراق أن تكون ضمن هذه المجموعة التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي منذ قليل نعم أحييكي أختي الكريمة وأحيي ضيفك الكريم وأنا أصحى الدكتور سعدون الساعدي حقيقة الأمر الوضع في العراق مختلف تماما عن بقية الدول الأخرى هناك في العراق صراع حقيقي وانشقاق واضح من الموقف من العقوبات الأمريكية على إيران سيد حيدر العبادي وإن كان رئيس حكومة ولديه موقف يأخذ بنظر الاعتبار المصالح العراقية والتي تقترض إلى حد كبير بالالتزام بالمواقف الدولية وخصوصا الموقف الأمريكي على الاعتبار أن أمريكا لاعب دولي كبير في الشأن العراقي لكن هناك أطراف سياسية في الداخل العراقي التي هي الأحزاب السياسية ذات الأذرع العسكرية الموالية لطهران في بغداد لديها مواقف ولديها جمهور في العراق وبالتالي هناك انقسام واضح في السياسة العراقية اتجاه الموقف الدولي والأقليمي من الحصار الأمريكي على العراق بغض النظر عن هذه الاختلافات سيكون العراق أكثر دولة في العالم ستتأثر من العقوبات الأمريكية على إيران على الاعتبار أن يضاف إلى الانقسام الداخلي هناك حدود مثل ما قال الضيف الكريم 1200 كيلومتر وهي حدود كبيرة جدا منافذ حدودية كثيرة هناك سيطرة تامة في مناطق معينة لأحزاب ولائية إلى طهران وبالتالي من الممكن جدا أن تخترق هذه العقوبات إن فرضت على بغداد هناك أيضا طلب عراقي بالغرف المظلمة من السفارة الأمريكية في بغداد على اعتبار أن هناك سابقة دولية في مسألة العقوبات على العراق في التسعينيات القرن الماضي حينما استتنت الأرجل من هذه العقوبات على اعتبار أنها متضررة لأنها متاخمة لحدود العراق هناك رأي بأن يطلب مولايات المتحدة أن تخفف الضغط على العراق لأن العراق المتأثر لأن هناك تجارة بينية ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية عفوا مع إيران تبلغ حوالي 10 إلى 12 مليار دولار أمريكي سنويا أنا أقول بصرف النظر عن هذه الأحداث هناك تغير شديد في المنطقة هناك تذمر إيراني كبير بسبب انهيار التومان العملة الإيرانية الرئيسية انهيار انهيار سريع نعم في المجمل أن هناك بالفعل انقسام داخل تجاه العقوبات الأمريكية بسبب أجندات كما ذكرت إقليمية أو دولية موالية لإيران موسيقى